أهلا وسهلا بكم في آخر درس تعرفنا على النظام الثماني قلنا أنه يعتمد على الأساس ثمانية وبالتالي يمكن من تمثيل أي عدد انطلاقا من العناصر 0,1,2,3,4,5,6,7 وقلنا أيضا أنه نظام وسيط بين النظام الثنائي والإنسان وهو يعتمد على النظام الثنائي تفاصيل ذلك سنتعرف عليها أكثر حين الوصول لدروس التحويل من نظام إلى آخر لكن نبقى دائما في التعريف بالأنظمة التي نتناولها في دورتنا هذه والآن في هذا الدرس نتعرف على النظام آخر معتمد على النظام الثنائي وهو أكثر استعمال في الإعلاميات من النظام الثماني وهو النظام الست عشاري إذا نكتب بعنوان للدرس النظام الست عشاري نأخذ نفس الرقم الذي اشتغلنا عليه في الأنظمة السابقة واثني عشر في نظام الست عشاري بدل الأساس الثمانية في النظام الثماني أو اثنين في الثنائي وعشرة في العشري نعتمد على الأساس ستة عشر وبالتالي كما رأينا فالباقي سيكون محصور بالضرورة بين السفر وخمسة عشر نكتب أن عناصر النظام ستكون هي سفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة لكن لا أكتب عشرة لأن عشرة عدد مركب مركب من الواحد والسفر لا أعرف لأن هنا لدي الواحد والسفر يجب أن أعيد عناصر النظام مرة أخرى بطريقة مركبة شرط مهم في عناصر أي نظام أهد هو أن يكون كل عنصر غير مركب لهذا في النظام الستة عشر نحن نصل إلى الرقم التسعة نكمل بالحروف A B C D E وعف وبالتالي لدينا خمسة عشرة عنصرا العنصر A هو يمثل العدد عشرة في النظام العشري B يمثل 11 C 12 D 13 14 F 15 إذن هذه عناصر النظام الأساس كما قلنا هو 16 تبعونا 16 والأساس إذن حين أقوم أو القسمة حين أقوم بقسمة 12 على 16 على كم أحصل على السفر 12 ليس فيها أي 16 سفر في 16 سفر من 12 تبقى لي 12 هنا ألاحظ في عناصر النظام ما هو الرمز أو العنصر ممثل للعدد 12 في النظام العشري قلنا 9 10 11 12 12 إذن سعي أكتب بطريقة أحسن إذن لدي الحرف الصيح والممثل لـ 12 في النظام الـ 16 طريقة دائما هنا لدي عناصر فقط طريقة الجام تكون في هذا الاتجاه والقوة دائما في هذا الاتجاه لدي هنا قوة واحدة وهي السفر تريد أن أكتب أن العدد 12 يساوي السا في الأساس أس القوة تريد السا لدي هنا لديها القيمة 12 في النظام العشري أعوذها بالقيمة 12 16 والسفر هي واحد فأحصل بالتالي على 12 في النظام العشري العدد 12 ليوضح بشكل جيد كيفية عمل النظام العشري لهذا نأخذ مثل آخر أخذ مثل آخر مثلا العدد 31 أقوم بقسمته على 16 أو أكتب بلون مغاير اللون الأساس أحتفظ دائما باللون الأبيض 16 تكون النتيجة هي واحد وحفظ 16 16 من 31 كم 15 فأعود لعناصر النظام وأرى ما هو الرمز الممثل للعدد 15 كما قلتها 10 هي A 11 12 13 14 15 إذن نقول حرف F أكتب هنا F ثم أعود قسمة الخارج التي تحصلت على الأساس الذي هو 16 ستكون النتيجة هي السفر سفي 16 سفر من واحد فيكون الباقي واحد وتعلي لدي أعداد هو واحد F والقوة دائما كلما قمت بالقسمة تزداد القوة بتريد يكون هنا القوة السفر وهنا القوة واحد لو أتيت إلى هنا أردت تجميع هذه الأعداد كيف لدي العدد 1 وأكتب بلون وعير 1 أولا أضع خط فاصل لدي 1 F إذن كما قلت دائما نعتمد على قوة الأساس لدينا العدد الأساس هو 16 تلي القوة فهي واحد ستة عشر مائتان وستة وخمسون وهكذا وما هي إلا نعتمد على الأساس فهي 16 السفر ستة عشر وسواحد ستة عشر وس إثنين وهكذا وتالي العدد 1 F يمكن أن أقوم بتحويلها بطريقة التي رأينا في الترس السابقة أيضا دائما أخذ العنصر في هذا الاتجاه وأقوم بضربه في الأساس بالقوة المناسبة لدي F نحن أكتب أولا 1 F يساوي لدي F ضرب واحد الذي هو في المركز الأول أو الأس الأول أو القوة الأولى زائد كم لدي واحد ضرب المركز الثاني هنا لديه هو ستة عشر فأحصل على F قلنا أنها هي العدد خمسة عشر في النظام العشري بالتالي أحصل على ستة عشر خمسة عشر في واحد خمسة عشر زائد واحد ستة عشر ستة عشر وبالتالي أحصل على خمسة عشر زائد ستة عشر ساوي واحد وتلاثون في النظام العشري واحد نظام ستة عشر إذن كانت هذه الطريقة تعامل مع نظام ستة عشر هو يعتمد على الأساس ستة عشر له ستة عشر عنصرا الأرقام من الصفحة التسعة ونكمل بالحروف A, B, C, D E و F لكن حين نقوم بالتجميع مثلا كما هنا نعوض الحرف بقيمة العشرية لو أردنا الوصول لقيمة العدد في النظام العشرية كما قلت في الدرس السابق هذا فقط تعريف بهذه بالأنظمة طريقة التحويل سنطرق لها بطريقة مفصلة أكثر بتقنيات أكثر في درس لاحقة إن شاء الله يكفي أن نعرف كيفية أو بنية كل نظام من الأنظمة التي تعرفنا عليها والنظام العشري له الأساس عشرة والعناصر من السفر حتى تسعة النظام ثنائي له الأساس اثنين والعناصر سفر واحد النظام ثماني له الأساس ثمانية والعناصر من السفر حتى سبعة والنظام ستة عشر كما نرى الآن له الأساس ستة عشر ويعتمد للعناصر من السفر حتى تسعة والحروف من A حتى A في الدرس المقبل سنقوم بتجربة تمثيل أعداد في أنظمة خاصة نقوم باختيارها بأنفسنا لأننا في الدرس السابقة في هذا الدرس تعرفنا على قواعد كيفية كتابة عدد عشر بي نظام آخر هناك هذه القواعد كما رأينا تعتمد بالأساس على معرفة ما هو الأساس وما هي العناصر المكونة للنظام إذن في الدرس السابق سنقوم بالاستمتاع فقط سنقوم بكتابة أعداد بأنظمة خاصة النظام الرماعي خماسي أو ما إلى ذلك سنرى أنه يمكن أن أكتب عدد ما بنظام ما وأقوم ببعثه لصديق فأخبره بأن هذا العدد ممثل في النظام الفلاني فيعرف هو كيفية تحويله للنظام العشاري بنفسه بعد ذلك سنتظرق إن شاء الله لدروس التحويل من النظام إلى آخر بكثير من التفصيل وهناك أيضا تقنية تساعد على التحويل بسرعة وأيضا بنجاح أكثر إذن نلتقي في الدرس المقبل سيكون للسامتة فقط لنتعرف على أنظمة خاصة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر